أعلنت وزارة الصحة أن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح بفتح قطاعات في بداية شهر أيلول المقبل وستكون العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية إذ سيتم إلغاء الحضر بمختلف أشكاله وعودة التعليم الوجهي في المدارس والجامعات والسماح لغالبية القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقاتها الاستيعابية وعضحت الوزارة أنه ما زال الوضع الوبائي إلى الآن مستقرا مؤكدة أن الاستمرار بفتح القطاعات يعتمد بشكل أساسي على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإقبال على التطعيم